بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم وأسأله عز وجل أن يرفع الوباء وأن يمنى بالعافية والسلامة فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الأكارم الأفاضل يستمر هذا اللقاء الذي نتدارس فيه آيات الكتاب كتاب ربنا عز وجل الكتاب الخاتم الكتاب الفرقان النور هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله عز وجل ليكون خاتمة كتبه التي أنزلها لهذا الإنسان وكان نزوله على النبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم المبعوثي من أشرف البقاع وخير البلاد وأطهرها مكة شرفها الله فكانت بعثته منها ومن جوار البيت العتيق وكان حظ هذه البقعة المباركة أنها كانت مهبطاً لهذا الوحي فنزل هذا الكتاب أول ما نزل وكان افتتاحه بزول آياته المباركات بهذا البلد الحرام وتتابع نزول القرآن على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فكان جل ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم إنما نزل بهذا البلد الحرام ودرسنا الذي نتذاكر فيه آيات القرآن كان درسنا وما زال مع سورة آل عمران هذه السورة المدنية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة شرفها الله إلى المدينة النبوية على صاحبها وساكنها أفضل الصلاة والسلام وكان وقوفنا مع درس عظيم مع درس قرآني جليل مع مرحلة من مراحل الدعوة النبوية والتي كانت تمثل مرحلة معترك هذه الدعوة النبوية الخاتمة مع خصومها خصومها الذين اتسعت أنواعهم واتسع أفق الخصومة فيما بينهم وبين دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعد أن كانت الخصومة في المرحلة المكية كانت تأتي من فئة رئيسة وهم كفار قريش والملأ منهم على وجه الخصوص من أمثال أبي جهل ومن أمثال أبي لهب ومن أمثال الوليد ابن المغيرة وأمية ابن خلف فعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم استمرت عداوة هؤلاء وانضم معها عداوات أخرى ودخلت بصورة صريحة واضحة وأصبح لها شأن وأي شأن في مواجهة تلك الدعوة النبوية فدخل في ميدان هذا الصراع أهل الكتاب ويتقدمهم اليهود وتلك القبائل التي كانت تسكن المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها وكذلك انضم عدو ثالث وهم أهل النفاق الذين كانوا من الأوسي والخزرج وكذلك من بعض اليهود الذين أعلنوا إسلامهم ولكنهم أضمروا العداوة وأضمروا الكفر بالله عز وجل فانضم هؤلاء الخصوم وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحب الكرام يواجهون هذه العداوات على اختلاف أنواعها على اختلاف أنواعها وحتى أيضا على اختلاف دوافعها إذا ما نظرنا إلى مرجعية الخلاف والنزاع والصراع عند هؤلاء مع الدعوة الخاتمة مع النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نجد أن تلك النوازع متنوعة ومن هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينازل هؤلاء وهناك هدف رئيس في تلك المواجهة هو السعي في إصلاح هؤلاء الخصوم وإرجاعهم إلى الحق إلى أن يقبلوا هذا الحق وأن ينقادوا لهذا الحق وأن يتركوا ذاك الظلال لقد كان هذا مقصدا رئيسا نراه ماثلا في دعوته صلى الله عليه وسلم وفي أقواله صلى الله عليه وسلم وفي معاملاته صلى الله عليه وسلم مع خصومه ونجد أن ذلك كله مبني على هذا التوجيه القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا متبعا لوحي ربه عز وجل يتأدب بأدب القرآن ويعمل بحكم القرآن ويخضع لأمر ربي من أنزل ربي خاضعا لأمر الله عز وجل وما جاء في هذا القرآن فهذا كان شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خصومته وكان هذا الأمر الرئيس ثم أيضا نجد أن هناك بعد هذا الأمر الأساس وهو السعي في إصلاحهم وإرجاعهم إلى الحق فإن لم يقبلوا فإقامة الحجة بما يجعلهم يقفون أول ما يقفون مع فطرتهم التي غرسها الله عز وجل في نفوسهم فيشعرون أنهم اتخذوا طريقا يخالف ما في قرارة أنفسهم فهم جحدوا بهذا الحق ولكن ما في نفوسهم مستيقن لذلك الحق فلذلك تلك المجادلة التي جعلتهم يقفون أمام أنفسهم وفطرهم بذاك الوضوح والجلاء وإقامة الحجة البينة الذي يجعلهم يقفون هذا الموقف ثم أيضا لتكون هذه الحجة التي أقيمت عليهم عندما يقفون بين يدي الله عز وجل فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي ليكون شاهدا عليهم بأنه قد أقام الحق وأنه أقام الحجة عليهم فكانت إذن هذه قضية ومقصد في طريقة مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم ثم الأمر الثالث وهو أمر المنازلة وهذا في ميدان محدود وفي أحوال محدودة وبأحكام أيضا منضبطة إذن كل تلك المواجهة التي كان مقصودها الأساس الإصلاح وإرجاعهم إلى الحق ثم مقصود إقامة الحجة إذا لم يقبلوا ثم المنازلة وهذا كله كان منضبطا بما نزل في هذا الكتاب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل أمر ربه ليبين ويقدم للأمة وللبشرية هذا النموذج الذي إنقاد لأمر الله عز وجل وحقق هدى الله سبحانه وتعالى في واقع الحياة فكان الدرس العظيم الذي كما قلنا وهذا يعني من سبحان الله العظيم من إعجاز هذا القرآن وآيات هذا القرآن فذاك الدرس العظيم الذي تحتاجه الأمة والبشرية على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتحتاجه هذه الأمة المسلمة والبشرية بعد زمن النبوة فكان ذاك الدرس العظيم الذي قال الله عز وجل في بيانه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وقفنا في درسنا الماضي مع تلك المعاني لهذا الدرس العظيم ومن تعلق بهم هذا الدرس العظيم ورأينا كيف أدخل علماء التفسير المعنيين بهذا الدرس العظيم من خلال أمرين رئيسيين أما الأمر الأول وهو بالنظر إلى من سبق ذكرهم في هذه السورة قبل هذه الآية وإذا بنا نجد أن من يدخل مباشرة في هذا الدرس العظيم أهل الكتاب من اليهود والنصارى حيث أن صدر السورة تحدث عن نصارى نجران ثم نجد بعد ذلك كان حديثاً ذكر علماء التفسير أن المقصود به اليهود والأمر الثاني الذي أيضاً وسع دائرة المخاطبين قالوا إذا نظرنا إلى المخاطبين من حيث الزمن الذي سبق نزول هذه الآية الكريمة وهذا الدرس العظيم فإذا بنا نجد أن هذه الكلمة أيضاً وسعت لنا ميدان من يدخل في هذا الخطاب ويعنيهم هذا الدرس العظيم وإذا بنا نجد أن الملأ من قريش يدخلون في هذا الدرس العظيم ويكونون معنيين به ثم أيضاً من حيث الزمان والأحداث فمن العلماء أيضاً من وسع في دائرة الأمر فيما يتعلق بقضية الخندق فدخل في ذلك أيضاً اتساع في عدد قبائل العرب إذ أن في الخندق اجتمع أهل الكتاب وأهل النفاق والملأ من قريش وبقية القبائل من العرب الذين وفدوا وجاءوا في تلك الغزوة مع قريش يناصروهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هذا ما وقفنا عليه في درسنا الماضي وبعد أن ذكر هذا الدرس العظيم الجليل فإنه جاء بعده آية عظيمة مكملة لذاك الدرس العظيم وهي قول الله عز وجل تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب تكرر الإشارة ونحن نقف مع آيات القرآن على أننا إن تأملنا في هذا الكتاب لنبحث عن الخيط الناظم عن الخيط الناظم لسور هذا القرآن وآيات هذا القرآن هل هناك خيط ينظم ذلك كله؟ فإذا بنا نجد أن ذاك الخيط الناظم لهذا كله هو ذاك العلم العظيم وذاك الأمر الكبير الجليل العلم بالله جل جلاله وملء القلب بهذا العلم واستقراره في هذه النفوس التي تستجيب لخطاب القرآن وإذا بالقرآن أعظم ثمرة أعظم ثمرة يمنحها لهذا المتلقي للقرآن أنه يملأ قلبه بتعظيم الله وبالعلم بالله وبتكبير الله والثقة في الله جل جلاله أن يملأ قلبه علما ليكون ميزانا يزن به كل الأشياء فعندما يعلم أن الله هو الكبير فيتيقن أن كل شيء سواه إذا قورنا بهذا الإسم العظيم يدرك أن كل شيء سوى الله فصغير وإذا علم أن الله سبحانه وتعالى أنه هو الرزاق فيعلم أن كل من سواه مرزوق وإذا علم أن الله عز وجل هو العليم فيعلم أن كل من سبحانه وتعالى أن كل من سبحانه وتعالى أن كل من سواه فهو جهول وما عنده من العلم فهو من عطاء الله عز وجل إن هذا العلم العظيم بالله عز وجل ويوجد في قرارة عقله أن الكفاية في الله عز وجل هي عز الشرف وعز الكمال للعقل السليم والقلب السليم والنظر الصحيح فذاك الخيط الناظم الذي نجده في القرآن ولا تكاد تقلب ورقة في المصحف بل لا تكاد تقرأ آية من هذا القرآن العظيم إلا وتجد ما يربطك بذاك الخيط الناظم ولذلك عندما لا تربى هذه النفوس وتبنى الأفكار في القلوب على هذا الأصل العظيم فإننا من مظاهر ما نجد هو ذاك المرض الذي يعتري تلك القلوب من أمراض الشهوات ومن أمراض الشبهات ثم عندما يسترسل المرض وإذا بالإنسان يستأنس في ديمومة فعل الشهوات والبقاء على المعصية وعندما تجد الشبهات قراراً في داخل قلبه وفكره إذن هذا يعطي دليل على أن ما تلقاه هذا الإنسان من علم الوحي فإنه لم يبنى فيه على الطريقة الصحيحة التي تؤسس ذاك الأمر العظيم في قلبه وفكره ونفسه لأن الله عز وجل يريد أن يكون المؤمن صادقاً في إيمانه وأن يكون العابد ثابتاً في عبادته وأن يكون المطيع دائماً في طاعته لربه عز وجل فالطاعة لا تنقطع والعبادة حتى يأتي الإنسان اليقين والإيمان ثقة وطمأنينة إلى أن يلقى الإنسان ربه عز وجل إن هذا الثبات وهذا الصدق وهذا الوضوح وهذه الثقة هي المأمول أن الإنسان يجدها عندما يقف مع آيات القرآن ويتربى على آيات القرآن فيجد تلك النتائج وتلك المنجزات العظيمة في صلاح نفسه وما بين أيدينا في هذه الآية الكريمة درسٌ عظيم لتأسيس هذه القناعة وبناء هذا اليقين وجلاء وصدق الإيمان أليست هذه الآية جاءت بعد درسٍ عظيم ووجه به اليهود الذين امتنعوا عن قبول الهدى الذي جاء به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام اغترارًا بأنهم كانوا أهل كتاب وما شعروا فيه من أنهم سبقوا وما هم فيه من الدعاء العلم مع ما حصل منهم من تحريف الكتاب وتبديل وتغيير ومع ما كانوا فيه من الحسد ومع ما كانوا فيه من عدم العمل بما أنزله الله عز وجل عليهم في الكتاب فاغتروا بذلك وانخدعوا ولبَّس عليهم إبليس كيده ومكرة فانقادوا له ولم يقبلوا الحق فكان في تلك الآية السابقة درسٌ عظيم أن النبوة مانحها هو الله والذي يصطف الأنبياء هو الله فله حق الاصطفاء والاختيار والذي منح النبوة وجعلها في ذرية إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام إذن هو قادر أن يمنحها وأن يجعلها في ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام فكانت تلك الآية فيها مواجهةً لهم في هذا الأمر ثم نصارى نجران الذين كان انصرافهم عن قبول الحق والهدى الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضاً ما كانوا فيه من دعوى العلم بعلم الكتاب ثم أيضاً ما كان يأتيهم من العطايا والمنح من قيصر الروم عاشوا بتلك العطايا رغداً من العيش ولم يتنبهوا إلى ما هم فيه من تحريف وتغيير للكتاب ولم يتنبهوا أن الاعتماد على الدنيا دون الاعتماد على الله الغني المالك جل جلاله الذي له الملك كله أنه خداع للنفس وأنه سيكون سبباً في عدم قبول الحق والصدود عنه وعندما أيضاً نقف مع الملأ من قريش وكيف كان الجاه وشرف النسب والدعاء الاتباع للآباء كان عائقاً أن يقبلوا الحق من النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام ورأوا أن كبر السن يصل إلى أن يمنع هذا الذي بلغ من العمر والسن يمنعه أن يقبل ممن هو أصغر منه ولو كان معه الحق فيأتي القرآن ليوقف هؤلاء أمام كل تلك المزاعم الباطلة وينقضها من أصلها ثم أيضاً عندما نقف مع المنافقين وما دعاهم إلى ذاك الخداع وأن يظنوا أنهم يغنمون من الطرفين من أهل الكتاب والكفار ومن المسلمين ويرون أنهم بلغوا من الذكاء ما يجعلهم هم يظن بظنهم أنهم الأحظ من هذا الفريق كله وتأتي هذه الآية أيضاً لتوقفهم وتنقض ما اعتمدوا عليه واستندوا واتكأوا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء فتأتي هذه الآية العظيمة تولج الليلة في النهار لتكون كالدليل الكوني كالدليل في هذا الوجود الدليل في موضوع الخالقية هذا البرهان العظيم هذا البرهان العظيم الذي امتلأ به هذا القرآن والذي كانت البداية بذكره والإشارة إليه في قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق برهان الخالقية الذي يوقف الخصوم أمام آية لا يسعهم إلا أن يسلموا بعجزهم وأن يدركوا أنهم أمام آية لا يمكن لا يمكن أن ينقضوها وهي آية الخالقية هذا البرهان العظيم هذا البرهان الذي بما جاء في القرآن يقف الإنسان وأقول الإنسان كجنس وليس الإنسان كفرد الإنسان كجنس وليس الإنسان كحال غني أو فقير قوي أو ضعيف ذا سلطان أو منزوع السلطان وإنما الإنسان كجنس ليشمل كل هؤلاء وأن برهان الخالقية يوقفهم جميعا ليتبين أنهم عجزة أمام ذاك البرهان العظيم ولا يسعهم إلا أن يقفوا موقف العجز والضعف هذا البرهان العظيم برهان الخالقية عندما نجد القرآن يذكر هذا البرهان الكبير الجليل ليكون حجة ليس على الإنسان في زمن معين دون زمن ولا لقوم خاطبهم نبي دون قوم ولا لنبي دون نبي وإنما برهان نطق به جميع الأنبياء وعجز أمامه جميع الأمم الذين لم يقبلوا دعوة الأنبياء إذن هذا هو البرهان العظيم لأن ولذلك نقول أن هذا هو البرهان الأعظم لأنه لو كان البرهان قائم على تجدد ذلك البرهان إذن لقال القائل إن ما كان من البراهين للأمم السابقة بإمكاننا أن نرده ولكن الله عز وجل جعل هذا البرهان الأكبر ليظهر فيه عجز البشرية كلها أمامه فكان من صيغة القرآن الكريم لهذا البرهان أن الله عز وجل يأتي بالآيات تحت هذا البرهان ويبين حصر ذلك الأمر في الخلاق الخالق جل جلاله ومن ثم يقف الإنسان كإنسان عاجزا أمام ذاك البرهان فعندما يأتي برهان الخلق فهل منذ البداية وبرهان الخلق للإنسان والسماوات والأرض يذكر به البشر فهل استطاع أحد منهم أن يرد ذاك البرهان أو أن يدعي غير ما جاء في ذاك البرهان الجواب لا إذن هذه هي القضية الكبرى وإن مما يفعله إبليس والشيطان بهذا الإنسان أن يجعله يغفل عن التفكر والتدبر في هذا البرهان الأكبر برهان الخالقية لي يظن أن برهان الدين وسلطان الدين إنما مرده إلى أحكام تحتاج إلى تأمل وتفكر لإدراك الحكمة الربانية ويظن الإنسان أن هذا هو البرهان الأعظم الدال على حق نية الدين ولكن لا بد أن ندرك أن البرهان الأكبر الذي تكرر ذكره في القرآن هو ما تعلق ببرهان الخالقية والذي يدخل أول ما يدخل فيه خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وخلق هذه المخلوقات وإيجادها من العدم فالله سبحانه وتعالى يذكرنا في هذه الآية بهذا البرهان والصياغة فيه على صورة عجيبة والتفصيل فيها على صورة يتسع بها العطاء لعقل هذا الإنسان مع امتداد حياته وتنوع أجناسه وما يطرأ على الإنسان من معارف وما يصل إليه من أن يطلع بإذن الله على شيء من نظام هذا الكون فإننا نجد أن هذا البرهان يستمر مع الإنسان مع كل هذه الانتقالات التي يمر بها فيقول الله عز وجل وهذا معنا أقول عظيم حقيقة في البراهين القرآنية وخصوصا ما يتعلق ببرهان الخالقية فإننا نجد عبارات القرآن وكلمات القرآن فإنها تعطي هذه الدلالة الكثيرة أن هذا البرهان سيكون فيه الكفاية في إقامة الحجة على الإنسان مهما امتد الزمن ومهما تطورت معرفة هذا الإنسان ومهما وصل إليه من اكتشاف من سنن ونظام هذا الكون وكيف تكون حركته الدؤوبة فإن ذاك البرهان لا تنقطع دلالته ولا يتوقف إعجازه فيقول الله عز وجل تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل هنا ذكر العلماء أقوالا في بيان المراد أقوالا في بيان المراد فطبعا تلك الأقوال هي نتيجة تأمل في هذه الآية المنظورة المشهودة لمعرفة مراد الله سبحانه وتعالى فجمهور المفسرين ذهبوا إلى أن المراد بقوله تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وجدوا تلك الآية العظيمة وهي أن طول الليل وطول النهار على مدار العام ليس على زمن واحد بمعنى أن اليوم نعلم أن جزء منه نهار وجزء منه ليل ولكن هل ساعات الليل على قدر ساعات النهار فوجدوا أن الأمر يختلف في دورة فلكية مستمرة فيكون الليل والنهار مناصفة في أقل أيام العام قيل في مدة يومين ثم يبدأ يأخذ النهار من الليل ويطول النهار ويقصر الليل ويأخذ مدى من العام ثم تتغير الآية يتناقص الليل ويأخذ من النهار حتى يطول الليل على النهار بعد أن كان في المرحلة الأولى أن النهار أطول من الليل فقالوا إذن المقصود بقوله تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل أن المقصود أنك يا ربنا تنقص من الليل فتزيد في النهار وتنقص من النهار وتزيد في الليل وأن هذا أمرا موجود منذ أن خلق الليل والنهار ثم بعد أن سكن الإنسان الأرض ويوقفه الخطاب الرباني أمام هذه الآية ولا يستطيع الإنسان أن يغير منها شيئا إذن هذا معنى ويتحقق به الإعجاز والآية والبرهان ثم الدلالة والآية على ما قبله أي الذي أخبر أنه هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء هو من يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل الذي يفعل ذلك في هذا الكون هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل ومن العلماء من قال هو تعاقب ضوء النهار وظلمة الليل فإذا هذه الآية العظيمة التي يراها هذا الإنسان وكل ما يطلع عليه الإنسان من هذه الحركة العجيبة التي تعطي دلالة على أن لهذا الكون قانون حتمي صارم يتحرك به هذا الكون وأنه يدل على أن له خالقاً عليماً حكيماً قوياً قادراً هو الله جل جلاله ثم يقول الله عز وجل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وأقول حقيقةً تبقى هذه الكلمات بمعناها العظيم الجليل أمام عقل هذا الإنسان الذي كما قلت هو ينتقل في باب المعارف وإدراك السنن التي جعلها الله عز وجل في الكون لتبقى هذه الآية الكريمة تعطي هذا المعنى الجليل وتبني تلك المفاهيم الكبرى في نفس الإنسان لتعطيه الدلال على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى فهنا نجد العلماء يذكرون أقوالاً في بيان المراد وإذا ما نظرنا فإننا نجد أن تلك الأقوال وإن كانت الآية تشملها لكن الآية أيضاً تُعطي معانٍ عظيمة تقبل أيضاً التوسع في بيان مدلولها بحسب ما يدركه الإنسان من سنة الله سبحانه وتعالى في هذا الخلق لذلك من العلماء من قال أن المراد بقوله تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي أن المقصود إخراج من الشيء الميت وضربوا مثلاً بالبيضة والنطفة والنواه وكيف أن الله أخرج من هذه الجمادات أحياء وكذلك أخرج من تلك الأحياء الجمادات فقالوا إذن هذا المقصود ومن العلماء من قال انتقل إلى باب المعاني فقال تخرج الطيبة من الخبيث وتخرج المسلمة من الكافر والكافرة من المسلم ومنهم من قال أيضاً في باب المعاني وهو أنه يخرج الإنسان من الإنسان من الإنسان بمعنى أن الولد لا يكون مثل أبيه في الجلد ولا في الفطنة فقد يكون الأب جلداً فطن ويكون الولد بليداً عاجزاً وقد يكون العكس فقالوا إذن هذا من المعاني ولكن حقيقة أقول إن هذه الآية أعطت أول ما أعطت من الدلالة على أن الله سبحانه وتعالى خلق الأمور المتضادة فخلق الجماد وخلق الأحياء وأنه جل جلاله بعلمه وكمال قدرته يجمع بين المتضادات كيف يشاء وأنه يخرج من الجماد ما هو ضده ويخرج من الحي ما هو ضده وهو الجماد وأن ذلك مطرد في تاريخ الحياة وهذا يعطي دلالة على كمال القدرة وكمال التدبير والحكمة وكمال القوة لله جل جلاله وأنه كما قلت أن هذا البرهان سيبقى سيبقى بقوته مهما بقي الإنسان على ظهر الأرض فلا يسعه أن ينقض هذا البرهان ولا أن يسقطه بل يكون البرهان حجة عليه ودليلا يستدل به أصحاب العقول السليمة إلى الحق جل جلاله إذن هذا التلاقي دل على قدرة الله في خلق الأرضات ودل على قدرة الله في الجمع بين الأرضات متى شاء وكيف شاء ودل على أن خلقه ليست قضية الولادة وإنما نجد هذا التتابع في هذا الخلق فيخلق الحي يخرج الحي من الميت والميت من الحي إذن هذا يدل على ماذا على أن فعل الله عز وجل مبني على الحكمة خارج عن العبث وفي ذلك دلالة أيضا على أن الذي هذا فعله في الكون بهذه الحكمة وبهذا العلم وبهذه القدرة والقوة إذن فعله في حكمه وتشريعه على نفس المنوال في العلم والقوة والقدرة وحسن التدبير ومن تأمل في ذلك كيف لا ترتاح نفسه لحكم الله وكيف لا يجد فيها القبول والخضوع لأمر الله عز وجل وهو يرى آيات الله عز وجل في هذا الكون آيات عظيمة دلت على كمال العلم والحكمة لله سبحانه وتعالى أيضا تعطي دلالة لهذا المتفكري أن ما ذكر الله أنه هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء فمن تأمل في ذلك قال ذاك حق وقول حق ويؤمن ويصدق ثم ثم أيضا من تفكر في ذلك كانت ثقته فيما عند الله وليس فيما عند غيره وكان طلبه لربه ودعاؤه لربه وليس طلبه ودعاؤه لغيره ممن لا يملكون وممن صفتهم العجز فلذلك هذا معنى أيضا يدركه الإنسان ثم أيضا هنا العلماء أشاروا إشارة لطيفة في معنى هذه الآية فيما يرى الإنسان من حركة الليل والنهار فإذا من تقل إلى حال البشر وإذا بهذا النهار الذي يمثل النور وأن الإنسان يبصر فيه الأشياء والظلمة وما يكون فيها من العتمة وأن الإنسان لا يرى فيها الأشياء وأن هذا الطور الذي تنتقل فيه حركة اليوم أيضا يعطي دلالة على تلك الانتقالات التي يمر بها الإنسان من الحق والباطل فيغفل الناس ويظل الناس ويترك الناس هدى الله وما جاءت به الأنبياء فيصبح حالهم كحال الليل ظلمة وسواد ويهتد الناس بهدى الله ويتبع الناس هدي الأنبياء فإذا بهم يكون حالهم كحال النهار نوراً وإبصاراً للأشياء وتحقيقاً للمصالح والمنافع وهذا معنى يشير له العلماء أيضاً هذا التحول في تلك الأمور التي يراها الإنسان ويشهدها فإنها أيضاً تعطيه دلالة على أن الذي يفعل ذلك لا يعجزه أن ينزع النبوة من أمة وأن يجعلها في غيره وأن ينزع الملك من أمة وأن يجعله في غيره فأن يجعل العرب مع ما كانوا عليه من كلة المعارف في أمور الدنيا وما كانوا عليه من الحال في الجهل والضلال فالله عز وجل قادر أن ينقلهم من ذلك الحال وأن يكون لهم ما كان كما وصل إليه العرب بعد أن اعتنقوا هذا الدين ودخلوا في هذا الإسلام إذن هذا الأمر حقيقة يجعل الإنسان ينظر ويتأمل في ذلك كله فإذن آيات الكون كانت دليلاً على صدق ما أخبرت ما أخبر عنه ما أخبرت عنه آيات الشرع فإذن هذه الدلالة العظيمة الكبيرة التي دلت عليها هذه الآية وأنها فعلاً كالدليل على والبرهان على ما ذكر في الآية قبلها ثم يقول الله عز وجل وترزق من تشاء بغير حساب فالذي يرزق هو الله سبحانه وتعالى ويرزق ويرزق بغير حساب جل جلاله وقوله بغير حساب من العلماء من قال أنه الحساب هنا بمعنى العدد العدد كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ومن أيضاً من العلماء من قال بغير حساب أي أنه يعطي بغير تبعه ولا طلب من هذا الإنسان لأن الله عز وجل ليس له حاجة في هذا الإنسان فالله عز وجل يرزقه والله عز وجل لا يعطيه ولكن لا يحتاج إلى شيء من هذا الإنسان وقيل بغير حساب أي أنه جل جلاله يعطي عطاء فهو الملك وهو المالك وهو الرزاق فليس هناك من يحاسبه على عطائه وعلى ما يرزق به العباد وقيل بغير حساب بغير تضييق ولا تقتير وإن تأملنا في هذه الكلمات وهذه المعاني التي ذكرها العلماء فإننا نجد أن النص يشملها فالله عز وجل يعطي عطاء كثيرا لا يمكن للإنسان أن يحصيه والله عز وجل يعطي ويهب لهذا الإنسان ولا يطرب من ورائه نفعا والله سبحانه وتعالى يعطي ويفتح على الإنسان إذا أراد أن يفتح عليه بغير تضييق ولا تقتير فالله عز وجل يعطيه والله عز وجل يعطي سبحانه وتعالى وهو المعطي جل جلاله وليس هناك من يحاسبه على عطائه فهو الله فهو الله رب الخلق ورب الكون جل جلاله إذن إذن من المعاني التي أشار إليها العلماء في هذه الآية المباركة وهي كما قلت برهان عظيم ويملأ القلب يقينية ما جاء في الآية قبلها بأن الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك وهو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء سبحانه وتعالى فإذن هذا برهان عظيم ودرس جليل كبير أسأل الله جل جلاله أن ينفعنا به وأن تكون ثمرته علما بربنا ويقينا صادقا بخالقنا وطمأنينة نفس وصدق إيمان إنه جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة أنشعر اشتركوا في القناة